يضم لينا في الستوديو الشيخ محمد الحسن الددو مدير مركز تكوين العلماء وعضو مجلس أمناء الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين مرحبا بكم خضرات الشيخ ما الذي ميز مسيرة الدكتور العلماء القرضى ورحمة الله عليه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وسلم على سيد الأولين والآخرين نبينا محمدي وعلى آله وأصحابه أجمعين مما ميز الشيخ صفاء ذهنه واتساع عقله وقوة شخصيته وشجاعته بقول الحق بالإضافة إلى مسوعيته العلمية وتجربته الطويلة وتحمله المسؤولية منذ صباه فقد عاش يتيما وترباه هو المسؤول عن أسرته فلذلك منذ نعومة يظافره وهو مسؤول فعاش مسؤولا ومات مسؤولا رحمة الله عليه كيف كان دوره في نشر ما يعرف بالوسطية في ظل لأن المنطقة مرت بأحادية كيف كان دوره بنشره؟ كانت المنطقة الإسلامية في مرحلة ما بعد خروج المستعمر يتجاذبها تياران وتيار متطرف يميني وتشدد وتيار يساري النزعة فاختار الشيخ أن يظهر المنهج الإسلامي الصحيح وهو المنهج الوسطي الذي لا إفراط فيه ولا تفريطة ولا غلوة ولا تنازل هذا التيار الذي قام على دعوة الشيخ أو على الأقل برمج الشيخ مسيرته هو التيار العريض في هذه الأمة الآن يأخذ بهذه الوسطية وبالنهج المعتدل السوي هل سهم في تجديد الخطاب الديني؟ نعم لا شك كان مجددا في مختلف المجالات في المجال الفقهي مثلا وهو أول مجالاته كان له اجتهادات فقهية جريئة ومنها ما أنتجه وهو إذاك في مصر لم يعرف مثل الكتاب فقه الزكاة الذي فيه اجتهادات جديدة في هذا المجال ومنها ما كان في وخريات حياته كفقه الجهاد ومنها ما جدده في المجال الدعوي من محاولة جمع أهل القبلة جميعا على ثوابت الشريعة ومسلماتها ومحكماتها وكذلك سعيه دائما للحوار ويجعل الحوار حكما بين الناس دون أن يحملوا السلاحة فيما اختلفوا به هل سيتغير يعني العالم الإسلامي بغياب علامة مثل الدكتور القرضاوي؟ ما الارث الذي ستستمرون به من ارث العلامة؟ بالنسبة للشيخ ليس أول عالم مجدد وقائد كبير ومفكر وعلى ما تفقده الأمة الإسلامية فهذه الأمة أنتجت كثيرا من الرموز وفقدتهم وصنة الله في الكون ألا يبقى أحد والرسول صلى الله عليه وسلم قائد هذه الأمة يقول الله له إنك ميت وإنهم ميتون ويقول أفئمت فهم الخالدون فلذلك يموت المجددون والأئمة والقادة كما مات من قبلهم ويتحمل بعدهم من يخرجه الله تعالى للأمة فهذه الأمة لم يتودع منها وهي خير أمة أخرجت للناس والله تعهد لرسوله صلى الله عليه وسلم أن يخرج لهذه الأمة على رأس كل مئة سنة من يجدد لها عمر دينها والشيخ لا شك أنه سيترك فراغا مدة في هذه الأمة لما اتصف به من الصفات النادرة التي من النادر أن تجتمع في إنسان واحد إذا نظرنا إلى صفات الرجل الآن يمكن أن نجدها متفرقة في عدة أشخاص لكن من النادر أن تجتمع في إنسان واحد ونظير هذا ما حصل قديما في أحد علماء اليمن يقول فيها أحد الشعراء يقف الكون عند عد صفاته حائرا لاجتماعها في ذاته فهذه الصفات الكثيرة استمعت في شخص واحد فيمكن أن يسد عدد من الأشخاص سؤال أخير ربما الشيخ محمد في ظل التنازع الحاصل الآن في المنطقة في المجال الديني كيف يمكن البناء على هذا الإرث الذي ذكرته الشيخ القرضاوي واجهون مصاعب نعم هذا الإرث أساسه هو التركيز على ذوابط الشريعة ومحكماتها والإجماعيات والتوسعة في مسائل الخلاف فيما اختلف فيها للسنة وعدم الحدية فيها وعدم التعصب والسعي دائما للأخذ للأمة بالأسهل وما يلائم مصالحها وحياة أهلها وكذلك ببيان أن هذه الدعوة تحتاج إليها الأمة كلها وتحتاج هي إلى تكيه مع الواقع وفهم له واستعاب له وهذه الذوابط في مسيرة الدعوة كذلك يحتاج إلى تطبيقها في واقعنا المعاصر شكرا شيخ محمد الحسن ضد مدير مركز تكوين العلماء وعضو مجلس أمناء الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين شكرا لكم أحسن الله عزائنا وعزائكم وعزائنا المشاهدين والمستمعين شكرا أهلا بك